شعر الأنسس وقع في الفخ اللي المتحمسين للتعليم الحديث وقعوا فيه اليومين دول أنا بتابع كيف يحصل في دنيا التعليم وإحدى أكبر مساوئ التعليم الحديث كالقاتي يعني إذا كان التلاميذ مش ملاحقين لو كان التلاميذ بيسقطوا إذا كانوا مش بينجحوا في المدرسة الناس تفتكر أن المستوى أعلم يبقى نقلل المستوى لو التلامزة بتسقط نعمل نغير المناهج نخليها أسهل شوية طلبة تقدر تجاري المناهج يبقى لازم هنقلل المعايير هنغلل ومش لازم الإحساس بالمسؤولية ده اللي بيحصل قدامنا في التعليم بس تعرفوا ده بيقى للمسيس يسوع المسيح برضو الناس يريدين يصدقوا أن المسيح هو الطريق الوحيد للسماء للحياة الأبدية فاللي بيعملوا معظم رجال الدين إنهم يقولوا أيوة لازم نقلل المعايير آه ملاش نتكلم عن الحقيقة دي بالذات اكفي عليها تتكلموش عليها كتير على الحقيقة الأساسية مدامت بتدايق الناس يبقى مش هنتكلم عليها أصدق الشعب هو أهم حاجة في الكنية مش الحقيقة مش نجيب في الناس كنت بفكر في كده كنت بفكر في كده بعدين فكرت هوضح لكو شوية هديكم سهل عن مدى سخف مدى السخف بتاع الفكرة دي في أواخر الستين أوائل ستين كده رحت استراليا وفي استراليا عرفت إنهم لعبة غريبة اسمها ركبي معرفش غير الكورة بعدين عرفت إن عندهم لعبة غريبة كروكت وأتعلمت وعرفت قواعد الرجبي حماية على المشجع كروكت رائعة علمني عن مراكز اللاعبين وتعلمت كل القواعد مفيش ولا مرة ولا مرة جالي حد من الفرق دي وقال لي مايكل يوسف حضرتك مغترب هنا ومش عارف كل القواعد دي هنغيرها ونسهل ما حصلش فسبت استراليا وجدت هنا سنة سبعة وسبعين وهنا لدي في لعبة غريبة تانية وهي كرة القدم الأمريكية اللي عمري ما لعبتها قبل كده كان فيه بارة لعبة غريبة اسمها بيسبول ولا كنت أعرف حاجة عنها بس عايز أعرف عايز أتعلم عشان له أحضر مباراة وشجع أولادي أبقى فاهم اللي يبقى عاملة زي بس أبدا أبدا عمري ما جالي حد من لعبتين دول لكرة القدم ولا البسبول لا جالي ولا قال لي أنت مش فهمها عشان أنت جديد وإحنا عايزين نعمل لك خدمة وهنقول لك حكام أنهم يبسطوا القوانين عشان تبقى واضحة لكل وحضرتك تفهم ما حصلش عمرها ما حصل حد بقى يقول لي ليه المفروض أننا نغير الحقيقة اللي في الإنجيل عشان تبقى على مزاج حد ما يعرفهاش